اشتركوا في القناة اليوم بناء على طلبكم رح نزل طريقة عمل مربى للفريز بما انه هلأ نحن بموسمو وبعزو فهالطريقة ضرورية يعني اسهل من هيك مافي ونحن مغمضين عيوننا منساوي والفريز طيب كيف من عملنا ان كان عصير او صلطة فواكه او مع الحلويات ومربى او ممكن ناكلوا هيك هلأ للمربى لازم تكون الحبات قوية ومتماسكية يعني اذا بضغط عليها ما تفقوش بايدي بتضله هيك متماسكية تتحمل طبخ انا عندي كمية رح نقم من الحبات الظريفة يلي بتتحمل معي ع الطبخ والباقي نخلي هيك على جنب نقرشي هلأ بنزع اهم شي هذا الجزء الاخضر يلي من تحت ومنقطعه كيف ما منحب بس تكون قطع شوي هيك فيها سماكي حتى تتحمل ع الطبخ لازم تغسله وتنشفه كتير منيه هذا ما بنحطله مي ابدا ابدا يعني ميتو منو فيه هلأ انا بقطعه بالشكل المحبب عندي يعني بالطول بالعرض صد نصاف ارباع دوائر شرحات مهم تكون فيها سماكي فانتو اختاروا الطريقة اللي بتحبوها انا عم شوفكن يعني كزا طريقة اذا الحبي صغيري اسموه نصين واذا حبي اكبر شوي اسموه ثلاثي هلأ بعد ما قطعت كميه طلعت عندي على الميزان متل مشايفين الف وخمسمية جرام يعني كيلو ونص كيلو ونص فريز بدون كيلو ونص سكر هلأ لا تقلولي سكر كتير لأنه هذا مربة فعيار الكيلو كيلو تمام بتحبوا تخففوا هذا بيرجع لكم بس انا بنصحكن انكم تحطوا العيار متل ما انا عمقلكون يا هلأ بجيب وعاء كبير بحط طبقة فريز وطبقة سكر بعدين طبقة فريز وطبقة سكر هيك لتخلص الكميه هلأ الغاية من عمل الطبقات بتصير يعني العصارة تطلع شوي شوي ونفس الوقت السكر يدوب ع بعضو ونصير عملية تحريك الفريز اسهل انا ما رح اطبخه هلا لحتى تنزل المي وهذا الشرط اساسي يعني لازم بيته ليلي بالبراد اقل الشي هاي الطريقة كتير رح ترتاحوا فيها وما تحركوا الفريز كل كم ساعة يعني انا عملت طبقات حتى ينزل هيك الفريز العصارة كلا ياتا وبحال لقيته سكر خشن مع مدوب فيكن تعملوا هاي الطريقة تحركوا البعاء حتى ما تلمسوا بالمعالي وتهرسوا خاصا بيكون هلا هيكي طري انا بحب انه تكون هيك الحبات صحيحة ما تكون مهروسة رح بيته ليلي كاملي او 24 ساعة ما بتفري باليوم الثاني يعني مرأ اكتر من 15 ساعة على وجوده بالبراد شوفوا كيف نزل الفريز المي ما حطيت انا مي ابدا ابدا شايفين ميته منه وفي حرك برفق بالمعلقة هلا بعد ما دبل ع السكر هلا هو ما رح يتهرس معي لانه دبل بس بكل الاحوال لازم حرك برفق من الاسفل للأعلى حتى ادمج السكر اكتر ما حبات الفريز بعد هيك رح اجيب وعاء كبير لانه هلا بيبلش بيفور حتى ما يكب ويطلع لبره بنزل الفريز بطنجرة بنزل كل كمية السكر ما بخلى شي ابدا وكمان هاي يعني كمية السكر ازا شايفينها كتيري ما في شي من كبه يعني بحال اكتنا مسلا مربى وزاد منه المعقود السائل بنستخدمه للعصير بنستخدمه مع البوزة بنستخدمه مع تارت مهلبية بنعمل مهلبية الفريز كتير طيبة بالنهاي ما في شي بنكب وكل شي الو حل هلا بشغل النار متل ما شايفين ع عين الصغيري خليها شوي قوية لبيه ما يبلش يغليه بعدين بهد النار رح يلزمنا حتى ما يسكر قطر المربى ما لقيت الشاي واحدة من حمض الليمون ملح الليمون او سترك اسد حتى ما يسكر معنا هلا فيكم تحطوا عصير الليمون بس حسب تجارب الاهل السابقة يعني بفضله ملح الليمون بيمد بعمر المربايات اكتر قد منطولت ما بتعطيعفوني مع الوقت على سطح المربايات هلا كيف بدي حرك المربى بيرفق بالمعلقة بهاي الطريقة شوي من القاع حتى ما يلزق ومن غمسه لتحت يعني منخليه ينزل يغليه مع السكر شوفوا هلا بلش يغليه بتبالش تطلع عندي هاي الرغوة برفع شايفين عملية التحريك بيرفق وبحاول ركز على المنتصف حتى ما يلزق لانه هو مركز النار هلا اغلب الناس بتعمل هاي الغلوة وبعدين بتشيل المربى وبتحطوا بصواني وبتنشروا تحت اشعة الشمس يومين ثلاثة لحتى يعقد مثل مبدأ مربى المشمش هلا انا ما رح حط حمض الليمون بهاي المرحلة لاخر شي وهون بعد ما غلي رح حد النار على الاخير على العين الصغيري ركزو حتى يطلع معي المربى كأنكن عما تعقدوا تحت اشعة الشمس هلا في كتير ناس شمس ما بتوصل للبيوت او ما في مكان ينشروا المربى فهاي الطريقة لقلكن انا عندي فسحة وفي مكان بس هدا الفيديو مخصوص يلي بدو يحطوا تحت اشعة الشمس بهاي المرحلة بيحط حمض الليمون نغلي شوي وبعدين بتنشروا على اشعة الشمس وبتحركوا كل ما صحيكم كل ما اخديك وجه بينما غلي على النار هيك كل شوي بدنا نعمله تقليبي خفيفة وحمض الليمون نحطه اخر شي تمام هلا الاطراف بواسطة فرشاي مبلولة مي عادية رح نزل حبات السكر متبلورة على الاطراف حتى ما يسكر معنا هاي بكل المربىات منساوية شايفين طريقة كتير بسيطة طبعا لانو النار كتير هادية رح ياخد المربى وقت اطول يعني ممكن ياخد ساعتين ساعتين ونص ثلاثة حسب ما نشوفه نحنا تماسك هلا انا كل ربع الساعة نصة عم ارجيكم ايه بصراحة يعني انا خلاته ثلاث ساعات لان نار وشمعة عالاخر هلا بعد مرور ساعتين ونص رح احط حمض الليمون بهاي المرحلة ودوبوا بهاي الطريقة ادمجوا مع القطر هلا رح تقولوا ثلاث ساعات كتير بس لا تنسوا انو النار هادي حتى اخد هيك طعمة متل طعمة عن جد كأنكر نعاقدينه تحت الشمس يلي بدو يسرع بالوقت ويختصر فيه قوي النار بس انا بعض انصحكم بهذا النوع من المربى انا بدو نار هادي جدا متل المشمش حتى ما يغير لونه ويحترق هلا احنا كيف منشوف الاختبار يعني اذا كانت النار هادي او قوية بعد مرور ساعة ساعة ونص بلش تعمل اختبار بتجيبو صحن وبتحطو القطر كيف بدي اعرف انو انا عقد اذا نزلت القطرة بسرعة متل المي اصبح لسا بدو تعقيد عن نار غلي اما اذا شفتوه هيك اطعت ببطء اصبح صار تمام هلا انا هيك اطعت اخد عن جدة ثلاث ساعات عن نار هادي جمعة هاي الرغبة كل ما ظهرت عم مرفعة طفيت هلا عليه رح اتركه يبرد بالطنجرة وبعد ما يبرد بعبي شوفو كمان نفس الصحن كيف كمان ببطء عم تنزل قطرة القطر او الشيرة اصبح امورو تمام هيك بتختبرو يعني ما تاخدونو الوقت اللي انا اه قدتلكون يا مقياس لأ حسب الناري اللي انتو حاطينا حتى ما تكونو مقوين وتاركينو تلت ساعات بكونو رجعتو لقيتو احترق وتحطو اللوم علي لا انا مش هنبرق زمتي انا مقلكون شو عملت حتى تاخدو نفس النتيجة شوفو ما شاء الله بعد ما برد سكبتو انا مرتبان انضيف ناشف ما في رطوبي حتى ما يعطي عفوني هذا اه مرتبان ابو الكليين يعني بيوسع وزن كليين وهذا الصحن اللي شايفينو شوفو هاللون رائع يعني ما بدو لا صبغة ولا بدو بودرة جيلي ولا شي صبغتو منو فيه طلعت لكم يا لابرة عالشمس حتى تشوفو هاللون الرائع شو رأيكم والله يعني لا يقاوم ريحتو ريحتو بتشهي هو الفريز يعني سبحان الله طيب بكل حالاتو بتمنى تلتزمو بكل الملاحظات اللي حكيتا لحتى ينجح معكن واذا حبيتو الفيديو وشفتوني بستاهل متل العادي لا تنسوني من المشاركة للفيديو وتحطوا لايك ترفعو كتير عم ما تنسوا اللايك وهذا كتير اساسي برفع الفيديوهات لحتى تظهر بالبحث واذا ما مشتركين بالقناة بتمنى الانضمام بتشرف فيكن جميع وبشكر جميع الاخوة اللي عم يدعموني دائما ويكتبوليك كلام حلو بالتعليقات بشكركم كتير وان شاء الله تكون عتحسن ذنكن قدميكم وصفات اتنال اعجابكم بشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم سلام